السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 استكمل معنا Chapter 5 Riveted Joints وبنتكلم على Terms أو المصطلحات اللي بنستخدمها في Riveted Joints أول وأهم حاجة عندنا ما يسمى بالPitch الPitch اللي هي الخطوة وهي دي بتمثل إيه The distance from the center of one rivet to the center of the next rivet measured in the same row It's usually denoted by B small طيب نشوف الكلام ده بقى معناه إيه معناه إن الPitch هنا من مركز الRivet إلى المركز التاني في نفس الصف ده اللي هو بيمثل مين الPitch المارجن أو الهامش ده بيمثل إيه It is the distance between the center of the rivet hole to the nearest edge of the plate إلى أقرب حفة للوح يبقى من المركز يعني لو فرضى مثلا عندي اللوح بالشكل ده كده وده الثقب هنا يبقى من مركز الثقب إلى الحفة ده هو اللي بيمثل مين المارجن أو الهامش وطبعا بيفضل إن الثقب اللي هنا لا يقترب من الهامش لسبب إنه ده ممكن يأثر في أو يسبب فيلير في الوصلة زي ما هنشوف بعد كده يبقى كده اتعرفنا على البتش وبيرمز لها بP small والم اللي هي المارجن أو الهامش بعد كده في عندي الباك بيتش الباك بيتش بيرمز لها بالرمز P small P for pen small أيضا وشكلها هنا اللي هو بيمثل إيه المسافة يابين مركز الثقب ده في صف إلى مركز الثقب في الصف المجاور لي مباشرة ده اللي احنا بنسميها الباك بيتش في عندي الدياجونال بيتش ده طبعا باستخدمها في الوصلات بتاعة الزيجزاك ودي بتمثل المسافة بين المركز إلى المركز في الصف المجاور لي وبنشوفها مسافة مائلة بالشكل اللي قدامنا ده يبقى كده عرفنا البيتش والمارجن والباك بيتش ودياجونال بيتش بعد كده النقطة اللي هنتكلم فيها اللي هو الفاليور أوف ريفتد جوينتز الانهيار في وصلات البرشام أول نوع عندي اللي هو الـ اللي هو التمزق اللي بيحصل على حفة اللوح هنا وده سببه المارجن هنا لو الهامش ده ضعيف بالتالي المصمار هنا نتيجة القوة بيه في الاتجاه ده بيحاول يعمل إزاحة للماتيريال اللي قدامه ويعمل فيها قص أو تمزق وبالتالي حفة اللوح تتمزق بالشاكل اللي احنا شايفينه ده ده بسبب مين بسبب المارجن لو كان الهامش ده ضعيف عشان اتفادى حدوث هذا الانهيار يبقى بالتالي لابد ان يكون المارجن اكبر من او يساوي واحد ونص القطر قطر طبعا مصمار البرشان يبقى عند الحفة ممكن يحصل عملية التمزق ممكن انا اتفادى الكلام ده هو باننا حافظ على المارجن اكبر من او تساوي واحد ونص القطر وده اول نوع من انواع الانهيارات اللي بيحصل في وصلات البرشام ونستكمل الانواع الاخرى في الدرس القادم ان شاء الله